وإلى استعدادات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير حيث قال السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تابع الاستعدادات الأمنية للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير موضحا إنه لا يوجد احتفالات بالميادين وهناك تنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين كافة المنشآت خلال 25 يناير قبل يومين من احتفال مصر بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير جاء قرار الحكومة بتنظيم احتفال فني ورياضي في استاذ القاهرة تنظمه وزارة الشباب والرياضة الاحياء الرسمي لذكرى ثورة يناير يشمل أيضا تنظيم رحلة لأسر الشهداء ومصاب الثورة لموقع حفر قناة السويس الجديدة إلى جانب اقرار يوم إجازة لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة إبراهيم محلب أكدت أنها تسعى لتحقيق أهدف الثورة والتي طلبت بها الملايين قبل أربعة عوام من حرية وعدالة اجتماعية وفي ظل دعوات تنظيم الإخوان للخروج في تظاهرات تزامنا مع ذكرى الثورة قررت الحكومة عدم وجود احتفالات في الميادين لكي لا تستغلها العناصر الإرهابية في الاندساس وتنفيذ عملية عنف كما تواصل أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة في القاهرة والمحافظات تكثيف استعداداتها لأي أعمال عنف من جانب الجماعات الإرهابية ترجمة نانسي قنقر